بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان عندنا زاوية محطوطة على دائرة ومقابلها قطر الدائرة نفس هذه الزاوية هذه الزاوية تصير زاوية قائمة أي زاوية رأسها محطوط على الدائرة مثلا هذه الزاوية ثانية مقابلها قطر الدائرة هذا قطر الدائرة وهذه الزاوية تصير قائمة جميل مثال نأخذ مثالا عندنا هذه نصف دائرة هذا الطول واحد وهذا 16 والقطر جذر 901 المطلوب إيجاد هذه القطعة من هنا حتى هذه النقطة شبنساوي خلص بنرسم زاوية مقابلها قطر الدائرة من هذه النقطة إلى هذه النقطة جميل ويش هذي صارت الزاوية ذي قائمة نطبق نظرية في ثغرس بيصير هذا الواتر المقابل للزاوية القائمة الواتر تربيع اللي هو 901 جذر 961 يساوي 1 تربيع زاد طول ذا الطلع الضلع تربيع نسمي مثلا ألف ب زاد ألف ب تربيع بيصير ألف ب يساوي جذر هذه بتصير 901 نقص منها واحد نقل الواحد هذي بيصير جذر 900 اللي هي 30 إذن هذا الطول 30 جميل الآن كذلك إذا هذه الزاوية قائمة وإذا خط مستقيم بتصير هذه الزاوية أيضا زاوية قائمة جميل نطبق نظرية في ثغرس 16 تربيع زاد 30 تربيع يساوي طول هذا الضلع تربيع نسمي ألف نون ألف نون تربيع بيطلع ألف نون يساوي 34 لأن هذا المثلث يشبه لمثلث معروف أطول الضلع 15 17 وثمانية لكن هذا المثلث مضروب في 2 بدول الثمانية 16 وبدول الثلاثين خمس وبدول الخمس تربيع ثلاثين فيصير هني بدول 17 17 17 في 2 34 حلو أو تطبق النظرية وتحلل وتجيب جذر 34 تربيع حلو إذن إذن ممنون هذي بيصير كل 34 نحن نبي من مني إلين النقطة نسميها هذه فنسمي هذي الجزء سين وهذا الجزء بيصير 34 ناقص سين لأن ناخذنا منه سين حلو الآن ويش بنسوي الآن بنرسم نفس هذا لكن منذ الجهة هكذا هذي الزاوية بتصير زاوية قائمة وبما أن ألف نون خط مستقيم إذن بتصير هذي أيضا زاوية قائمة حلو أحين تلاحظوا أنه عندنا هذه الزاوية زاوية مشتركة بين هذا الضلع هذا المثلث عذرا نسمي هذي ميم ميم هانون و ألف بانون وكذلك هذين المثلثين فيهم زاوية قائمة إذن فيهم زاويتين متشابهتين لذا في أن المثلث أو زاويتين متطابقتين فيصبح المثلث المثلث هون متشابه هون فنطبق التشابه في هذا المثلث المجاور للزاوية نون للزاوية المشتركة هذه المجاور ويش أربعة وثلاثين ناقص أربعة وثلاثين ناقص على وتر هذا المثلث كم ستعاش ووحد وتر سبعة عشر يسوي في هذا المثلث في هذا المثلث المثلث الثاني المجاور للزاوية المشتركة ستعاش وتر هذا المثلث أربعة وثلاثين قلنا احنا كله هو أربعة وثلاثين حلو الآن ما الذي سنفعله نقسم على سبعة عشر مقامي الطرفين على سبعة عشر هو هو واحد بيصير وهني على سبعة عشر بيصير اثنين ستعاش تقسيم اثنين ثمونية ثمونية ننقل سيني الطرف الثاني والثمونية الطرف الآخر بتصير موجبسين يساوي أربعة وثلاثين نقص ثمونية الآن إذن طول القطعة المطلوب إيجادها هو ستة وعشرين وشكرا